أسهل الطرق لشراء تصريح إقامة سويسري لمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي 2020 يعتبر تصريح الإقامة السويسري من المزايا غير المعروفة المرتبطة ببرنامج المواطنة عن طريق الاستثمار من المستحيل الحصول على تصريح إقامة سويسري إذا كنت مواطنا من خارج الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام الهجرة السويسري على نوعين من المواطنين مواطن من الاتحاد الأوروبي ومواطن من خارج الاتحاد الأوروبي والفرصة ضئيلة جدا لأي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي ومع ذلك فقد اكتشفت طريقة ذكية وغير معروفة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى سويسرا بشكل قانوني عملاء من روسيا وشرق الأوسط والصين سعداء جدا بهذا الحال الذي اكتشفته حيث يمكنك أن تكون مقيما في سويسرا خلال ثلاث شهور المكان الذي يجد فيه رجال الأعمال الدوليون نصائح وحلولا لكل خدماتهم المصرفية الخاصة بهم وحماية الأصول العالمية وكيفية دفع ضرائب أقل مع الهياكل الدولية ذات الكفاءة الضريبية أنواع تصريح الإقامة السويسرا هناك أربع طرق قانونية للانتقال إلى سويسرا كيف تحصل على تصريح إقامة في سويسرا كمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي؟ طريق المشاهير الأثرياء طريق إنشاء شركة وتوفير الوظائف طريقة أن تكون شخصا متميزا وعبقريا داخل مجالك من خلال جواز سفر جديد وهو أسرع وسيلة إذا كنت من المشاهير الأثرياء مثل كيمي ماتياس راي كونن سائق سيارات الفورميلوانا الذي تبدأ ثروته من 10 ملايين فرانك سويسري وأكثر فيمكنك التقدم بطلب للحصول على مخطط الضريبة المقطوعة استنادا إلى نفقات المعيشة للحصول على تصريح الإقامة لسويسرا الخيار الثاني هو إنشاء شركة سويسرية توفر فرص عمل للسكان المحليين كل شيء مكلف في سويسرا كما تعلم أنت بحاجة إلى استثمار الكثير من الأموال في شركة الكالي سويسرية الناشئة لذا عليك تقديم خطة عمل موثوق بها مخطط الشركة السويسرية للانتقال إلى سويسرا كان مفقودا في الماضي فالسلطات السويسرية متيقظة للغاية وصريمة للغاية هناك أيضا خيار ثالث إذا كنت متخصصا وعبقريا بمجالك يجب على الشركة التي ستستأجر خدماتك تقديم أدلة وثائقية تشير إلى أن الشركة قد فعلت ما يمكن تخيله للعثور على متخصص في سوق العمل الأوروبي بأكمله وإنها قد فاشلت ثم عثرت عليك بعد ذلك إذن يجب أن تكون عبقريا مثل أينشتاين لتحصل على تصريح الإقامة السويسري ولاتباع خطة للانتقال إلى سويسرا لا يتعيد عليك أن تكون من المشاهير ولا مستثمرا يمتلك الملايين ولا عبقريا مثل أينشتاين تصريح إقامة السويسري لمواطنين الاتحاد الأوروبي هل تعرف أنه يمكن لمواطنين الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة السويسري والانتقال إلى سويسرا بدون تأشيرة سويسرية هناك معاهدات دولية واسعة نطاق بشأن حق الشخص في حرية الحركة بعد توقيع سويسرا مع الاتحاد الأوروبي وكمواطن في الاتحاد الأوروبي يمكنك العمل على الفور في سويسرا فقد سوف تكون بحاجة إلى وظيفة مع اتفاقية خدمة وعقد شقة لسلطات الهجرة هذا بسيط جدا معلومات هامة يعرفها فقط القليلون هيا بناء للطريق الخفي للإقامة في سويسرا كل ما عليك فعله هو شراء جواز سفر قبرصي لكي تصبح مواطنا في الاتحاد الأوروبي في خضون ثلاث أشهر بمجرد أن تكون مواطنا قبرصيا جديدا في الاتحاد الأوروبي يمكنك الانتقال إلى سويسرا أو المملكة المتحدة أو أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي يعد حل جواز السفر القبرصي حلا مبدعا للمواطنين الروس والعرب والصين وقد انتقد الاتحاد الأوروبي خطة المال مقابل جواز السفر في قبرص حيث لا يستطيع البيروقراطيون في بروكسل القيام بأي شيء ضدهم في رأيه انتقاداتهم غير عادلة في عام 2013 عندما لم يكن أحد مهتم بالاستثمار في قبرص كان ينظر إلى عرض المواطنة على أنه لفتة عادلة كتعويضا لأولئك الذين عانوا من ملايين الخسائر والعديد منهم من الروس في عام 2017 قبلت قبرص 2013 مواطنا جديدا على أساس برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار ما هي متطلبات جواز السفر القبرصي مع برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار؟ أوصي بتقديم طلبين في وقت واحد واحد للحصول على تصريح إقامة ولا آخر للحصول على الجنسية إذا تمت أجل إصدار جواز السفر فيمكنك بالفعل العيش في قبرص حتى يتم الانتهاء من إجراءات العناية الواجبة الأكثر سرامة من أجل المواطنة عن طريق الاستثمار ما حجم الاستثمارات في العقارات؟ عليك أن تستثمر 2.5 مليون يورو في العقارات السكنية أو السندات الحكومية أو في الشركات القبرصية أو أي مزيج منها يجب إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف يورو في محل إقامة دائم للحفاظ على العلاقات مع قبرص ولكنك لست ملزما بالعيش في قبرص هذه هي ميزة تنفسية فريدة من نوعها والتي يقدمها برنامج قبرص للمواطنة عن طريق الاستثمار هناك مخاطر منخفضة للاستثمار في الاقتصاد القبرصي مع إمكانية تحقيق عوائد عالية يمكن تحقيق الاستثمارات بعد ثلاثة سنوات فمنذ عام 2013 ولدت خطة التأشيرة الذهبية القبرصية 4 مليارات يورو من الاستثمارات كم من الوقت يستغرق الحصول على تصريح إقامة سويسري والحصول على جواز سافر جديد؟ هذه ميزة تنفسية كبيرة مقارنة بالبرامج الأخرى لأنها تفتح الباب أمام تصريح الإقامة السويسري ستصبح النرويج أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى في أوروبا في متناول الجميع لا توجد متطلبات للإقامة في قبرص بعد الحصول على جواز السفر تقوم السلطات في قبرص بتسويق البرنامج باعتباره أسرع برنامج للمواطنة بإجراءات مدتها ثلاث أشهر فقط قبل بضعة أشهر تم إلغاء الإجراءات السريعة وأعلنت السلطات استثمار المزيد من الوقت في إجراءات العناية الواجبة للتأكد من خلو سمعة المرشحين من أي شائبة ما هو جديد؟ أيضا هو أن إجراءات العناية الواجبة سيتم تنفيذها مباشرة من قبل السلطات القبرصية وليس بعد الآن بواسطة الوكلات المحلية إنهم يقبلون فقط المتقدمين الذين يميزهم حسن الخلق وليس لديهم سجلات جنائية يعد جواز السفر القبرصي أداة تضمن الوصول بدون تأشير إلى 157 دولة ومن المزايا الفريدة الأخرى أن والد المستثمر يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية إذا قام بشراء إقامة دائمة بقيمة 500 ألف يورو منظمة الشفافية الدولية والاتحاد الأوروبي لقد كان منح الإقامة أول جنسية دائما تقليدا شرفيا منذ زمن الإمبراطورية الرومانية حتى قبل ألفين عام وكان الحصول على الجنسية الرومانية باهظ الثمن في غضون الأسبوعين الأخيرين ترغب بروكسل في بدء حملة قمع برنامج جواز سفر قبرص عن طريق الاستثمار فقد انتقد سياسيون من الاتحاد الأوروبي الحكومة القبرصية لأنها شجعت بقوة برنامج المواطنة المثيرة للجدل عن طريق الاستثمار وساعدت على دخول المجرمين الذين يمتلكون أموالا فاسدة إلى البلاد انتهمت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية سلطات في قبرص بأنها تسببت في مخاطر أمنية شديدة لأوروبا انتقدت منظمة الشفافية الدولية قبرص لتشغيل برنامج سريا دون الكشف عن الأرقام تم الحفاظ على سرية الأرقام حتى قبل بضعة أشهر وبسبب التدخلات العدوانية ليورجوس بيريديكس السياسي القبرصي زعيم حزب الخضر القبرصي تم نشر الأرقام تم توزيع 3300 جواز سفر منذ بداية البرنامج وكان أكثر من 50% منهم من مواطني الاتحاد الروسي يفتح تصريح الإقامة السويسري الباب أمام الجانبين حان الوقت للانتقال إلى سويسرا كمواطن جديد في الاتحاد الأوروبي مع جواز السفر القبرصي كمواطن أوروبي أنت مؤهل للحصول على تصريح إقامة سويسرية يحق لك العيش والعمل في سويسرا بعد الوصول مباشرة سوف تسجل نفسك لدى بلدية مكان إقامتك سوف نتقدم بطلبين للحصول على تصريح إقامة سويسري في غضون 14 يوم بعد الوصول وقبل العمل سنقدم بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر وعقد عمل ساري المفعول يتطلب تصريح الإقامة السويسري للأشخاص غير العاملين أمولاً كافية عن الحساب المصرفي بوليسة التأمين الصحية التي تغطي الحوادث الزامية ما يمكننا القيام به من أجلك سنساعدك في الحصول على أفضل شركات التأمين التي تحميك أنت وأفرد أسرتك يمكن لأصحاب الأعمال بدء أعمالهم التجارية الخاصة سننشئ شركة سويسرية ونوظفك في شركتك لا شيء يمكن أن يمنعك بعد الآن سنساعدك في العثور على أفضل مكان لإقامتك نحن نعلم من الحالات السابقة مدى أهمية العامل الأخرى مثل بنية التحتية والصحة والمدارس الخاصة هل ستحضر معك أمتعتك الشخصية عندما تنتقل إلى سويسرا؟ نحن نعمل على تخليص كل الأعمال الجمركية عند الانتقال إلى سويسرا وليس في وقت لاحق سوف يكون كل شيء معفا من الرسوم الجمركية إذا كنت تقوم باستراد كل شيء في وقت واحد عند وصولك إلى سويسرا سنقدم لك عقد العمل أو عقد الإيجار لإثبات أنك تعيش في سويسرا من الأسأل بكثير إجراء قائمة جرد لجمع أنواع البضائع وعبور الحدود خلال ساعات العمل العادية فوائد لم شمل الأسرة في سويسرا لديك مزايا فريدة لجمع شمل الأسرة إذا كنت تحمل تصريح إقامة سويسري فسيتم السماح لزوجك وأطفالك وأحفادك والأباء والأجداد بالانضمام والعيش معك في سويسرا سنقوم بتحسين الوضع الضريبي وحفظ مبالغ كبيرة يعد تغيير بلد الإقامة أحد أفضل فرص تحسين الضرائب يمكنك توفير ثروة من خلال اللجوء إلى المشورة المهنية الجيدة تباينات كبيرة في الضرائب بين كانتونات سويسرا والبلديات كن حاضراً لدى النظام الضريبي السويسري نظام ضريبي من ثلاثة مستويات ستقوم الحكومة السويسرية في بيرن والكانتونات والبلديات بفرض ضريبة عليك هناك اختلافات كبيرة في الضرائب بين الكانتونات والبلديات خطأ يجب تجنبه من السهل جداً ارتكاب أخطاء كبيرة عند اختيار قرية الإقامة المالية إذا لم تكن على علم مسبق بالمعاملة الضريبية لمثل هذا القرار المهم يجب عليك الحصول على المشورة الضريبية المهنية سوف أخبركم عن أكثر المقاطعات والبلديات كفاءة في الضرائب في سويسرا قبل البدء في طلب الحصول على تصريح الإقامة السويسري وكلات الضرائب السويسرية مفتوحة لمناقشة وضعك الضريبي المحدد سنتفاوض معهم بشأن إصدار حكم ضريبي إذا كنت تتوقع مدفوعات كبيرة فيما يتعلق بإنشائك شركة كبيرة مستقبلية الحكم الضريبي هو اتفاق كتبي مع السلطات الضريبية ستعرف مقدما مقدار الضريبة التي ستدفعها مقابل معاملة محددة اعتمد علينا وسوف تدفع أقل بالنهاية يمكن الجمع بين إجراءات الحصول على تصريح الإقامة السويسري والمفاوضات المتعلقة بالحكم الضريبي المفيد يطالب جزء من السكان السويسريين بمزيد من القيود فيما يتعلق بتصريح الإقامة السويسري وجواز السفر السويسري إذا كانت خطتك هي الانتقال إلى سويسرا فقم بذلك بأسرع ما يمكن لا أحد يعلم ما إذا كان القانون سيتغير في المستقبل القريب أم لا ليس من المبكر أبدا الانتقال إلى سويسرا إذا لم تبدأ في تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة سويسرية فقد يكون الأوان قد فات إذا كانت خطتك هي الانتقال إلى سويسرا والاستفادته من مزايا الضريبة الإجمالية يرجى الاتصال بي سأستكشف معك شخصيا في مكتبي أو على الهاتف إذا كنت مؤهلا للحصول على هذه الميزات إذا لم تكن مؤهلا فسوف أستكشف بعض الحلول البديلة لك هناك دائما حلول متوفرة من أجلك مثل هذه المعلومات لا يمكن العثور عليها في الجامعات والمكتبات ولا على شبكة الإنترنت إذا كنت تريد استراتيجيات ضريبية حصرية وتحديثات حول تحسين الضرائب الدولية وتصريح الإقامة السويسري وإدارة الثروات وحماية الوصول التي أشاركها فقط مع المشتركين فقم بتوقيع خطاب شركة المحامة مع هذه المعلومات ستوفر المزيد من المال وستوسع أعمالك بشكل أسرع من منافسيك إذا كنت ترغب بالاستفسار عن سؤال سرية أو حساس فعليك منقشة هذا معي فقط اتصل بي الآن على 004144212 4404 كن ثريا وبقاثريا أتمنى لك يوما جميلا اشتركوا في القناة